استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود نائب رئيس حكومة الصربيا وزير التجارة والسياحة والاتصالات رئيس الوفد الاقتصادي الصربي ونائب رئيس مجلس الوزراء بالبوسنة والهرسك وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية رئيس الوفد الاقتصادي البوسني والوفدين المرافقين لهما وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات القائمة بين المملكة وصربيا والبوسنة والهرسك وعفاق تعزيزها وتطويرها بخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية حذر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وصربيا كما حضرها سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة والقائم بأعمال سفارة صربيا لدى المملكة